كل إنسان له لغة حب مفضلة وفي خمسة لغات للتعبير عن الحب في تعبير جميل وفي كتاب جميل اسمه The Five Love Languages لغات الحب الخمسة كتاب جميل يتحدث عن الحب على أنه زي التنك البنزين لما تعبيه بأي أن كانت وسيلة التعبئة حقته بعد يوم يومين ثلاثة حيفضى لازم يفضل يتكرر يتعبى بشكل مستمر بشكل يومي بشكل أسبوعي زواج يعني فن ويحتاج إلى دراسة ويحتاج إلى قراءة وما هو شي بالفطرة خلاص الواحد يكون زوج ممتاز وتكون زوجة ممتازة لازم الواحد يستفيد من خبرات تجارب ناس متزوجة ومن الكتب ومن الخبراء اللي كاتبين في هذا الموضوع مبدأ مهم وهو فهم احتياجات الطرف الآخر قالوا افهم زوجك تهدأ نفسك لأنه خلاص الفهم سيؤدي إلى الهدوء والسكينة بين الطرفين فنسوي تجربة الآن هل حاسس أنه انت عارف احتياجات زوجتك بشكل كافي ان شاء الله عندك هنا لستة تقريبا عشرين احتياج حطي في الدائرة أهم ثلاثة احتياجات تعتقدي أنها بالنسبة لعمار مهمة هذي احتياجات وهو واثقة ان شاء الله لا لا احتياجاتك اللي هي اخترتها اوكي فهي اختارت احترام مصداقية وثقة فانت اخترت احترام فأول واحدة تمام اختار الامانة اوكي واختار شيء انت استبعتي ما توقعت من التاب في اني حاطه حسبت ان انا عارفه مرة كويس بس اتعلمت اشياء احتياجاتك اللي هي اختارة تماما احترام رومانسية تقاسم محلامة اوكي فقا ثقة امانة ذكاء اهم ثلاثة عندها يعني ولا الأمانة ولا الثقة كم سنة صار لكم متزوجين؟ تسعة أشهر تسعة أشهر؟ طازة طيب كوي حلو هل عمرك سألتها دركتلي كذا بشكل مباشر ايش تبغي مني؟ لا ما صار على الحديث ما صار؟ ولا العكس كل إنسان له لغة حب مفضلة وفي خمسة لغات للتعبير عن الحب وموجود أبليكيشن جميل جدا اقترح عليكم ما تجيبوه أنا جبته وفادني جدا مع رولا زوجتي لأنه وضح بعض الأمور اللي الواحد ما كان فاهمها بصراحة فالتطبيق اسمه The Five Love Languages وبالتالي يصبح التواصل بينكم كل واحد بلغة الآخر لا يوجد زواج بدون ثقة ولا توجد ثقة بدون مصارحة وتكون هذه المصارحة بشكل شهري أو ربع سنوي أو على الأقل سنوي أو مر في العمر لا في أزواج ما عمرهم تكلموا من أول الزواج ما عمرهم صارحوا بعض كل واحد كاتم اللي في نفسه في نفسه لذلك فيه تعبير يستخدمه يعني العلماء الاجتماع الطلاق المبطن يعني Hidden Divorce الطلاق المبطن لما يكونوا متزوجين ولكنهم شبه منفصلين فهو يعني اجتماعيا متزوجين ولكن في البيت لقيهم شبه منفصلين مطلقين باطنياً مطلقين عاطفياً مطلقين فكرياً وهذا واحدة من أهم أسبابه الغياب الرئيسي للتواصل ما في تواصل حاول نعرف مدى توافقكم أنتم الاثنين في فهم مصاريفكم في الرائحة اعتبر أنه الألف ريال هذه هي مصاريفك وخلال العام الكامل قسم الألف ريال دي على المصاريف هذه حاوزها وبعدين حرج عارفتها هي حطت عشرة في المئة لأنت حطت عشرين في المئة الادخار والاستثمار انت حطت أنه تستثمروا عشرين في المئة من مصاريفكم أو دخنكم هي حطت عشرة هذه فروقات كبيرة لأن هي حطت ثلاثة أضعاف مصاريف السياحة عنك هي الفكرة كمان في بعض النقط المحورية هو كان ماسك المصاريف والصراحة أنا ما أعرف عندي الأشياء كلها اقتراح سيساعدكم جداً وهذا عن تجربة أنه الواحد آخر كل سنة يجلس مع زوجته ويضع خطة السنة القادمة بالكامل إيش فايدة دا؟ فايدة أنه الاحتداد في النقاش أو الخلافات حول المال وحول الصرف تكون مرة واحدة في السنة وانتهينا قالوا أن زواج الناجح لا ينبني على حبك لمميزات الطرف الآخر ولكن على تقبلك لعيوبه سهل جداً أنك تحب المميزات ما تنبني العلاقة على هذا فقط تنبني على أنه حيكون عندها عيوب لأنه الكمال لله وأنه الإنسان يصل إلى مرحلة خلاص أنا متقبلك بعيوبك وهي نفس الشيء أنا متقبلك بعيوبك خلاص انتهينا وبالتالي يحصل هذا الاندماج والشيء اللي أنا حالياً ما نعرف أعبر عنه بكلمة كده كده أكبر في بعض البلاد وصلت إلى خمسين في المئة معدلات الطلاق شيء مخيف الشاهد إيش سوت ماليزيا سووا نظام جميل أنه أي اتنين حيتزوجوا لازم ياخدوا رخصة زواج رخصة ورخصة الزواج هذه علشان ياخدوها لازم يحصلوا على تدريب للزواج يعني زي ما الواحد يبقى يطلع رخصة سواقة لازم يروح تدريب بعد الحصول على الشهادة أوكي انتوا اتدربتوا ممكن تتزوجوا من أول ما بدأوا يطبقوا هذا النظام معدلات الطلاق بدأت يعني تقل 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 اليوم ماليزيا من أقل بلاد العالم في معدلات الطلاق من 33% اليوم 8% فقط تخيلوا ففكرة جميلة إذا اتطبقت في العالم العربي يوضع منهج ويكون شرط من شروط الزواج فيه علاقات يعني سبحان الله لا يأذن لها الله سبحانه وتعالى أن تستمر لأي سبب كان لأرواح جنود مجندة أحيانا لا يلتقوا الزوجين لأي سبب فيحصل الطلاق والطلاق حلال ولكنه من أبغض الحلال عند الله ولكن إذا حصل مهم جدا أن يكون طلاق ما يسمى بالطلاق الناجح طلاق مو لازم إذا حصل تحصل بعده مصائب وبلاوي وحروب وحرب عالمية وحرب نووية مش لازم خلاص يعني ممكن الطرفين بكل احترام يتفقوا على ألا يتفقوا ويبقى الود ويبقى الود حتى بعض الطلاق ويبقى الاحترام لذلك أنصح به هذا كان ألبوم الحقيقة يعني استمعت إليه من يمكن 15 سنة للشيخ جاسم المطوع الألبوم جميل اسمه الطلاق الناجح شريطين يبين لك إيش هي الأساليب اللي تخلي طلاقك يكون بدون مشاكل وبدون يعني عراكات ليس لها داعي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر